أكبر شجرة في العالم بتعمر لألاف السنين ممكن تعيش لمدة ألاف السنين الشجرة اللي احنا شايفينها هذا جماعة والرهالكو دلوقتي ممكن إنها تطعم قرية أو مدينة بالكامل فني نصيحتي ازرعوها صدقة صدقة جارية على الإنسان إلو لعياله يعني أنا عن نفسي هجيب وحده هزرحها صدقة إلي عني وعن أطفالي يكل منها البن أدمين تكل منها الطيور أنا أسف حتى الإبل أو أي حاجة كمية رهيبة من كل الخيرات والفوائد اللي نتخيلها الشجرة هادة جماعة اسمها شجرة الجميز طبعا أنا أسف شكلها كده لإني موصع عليها وجيبت وحده ومن نفسي أزرحها من زمان هذه اسمها شجرة الجميز تقال عنها في مصر جميز شجرة الجميز تمام؟ من الفكة بتاعتها زي التين لكنها من فصيلة التوت من الفصيلة التوتية ولكنها سمارها الجميز الجميز اللي هو زي التين بالظبط فواية خيالية لهذه الشجرة نشوفها الأول وبعد كده عايز أقول لكم كل حاجة عنها فواية خيالية يا جماعة شايفين جايان في إيش؟ موص عليها من الصديق في صفيحة حديد والصفيحة متاكلة هغرسها لغاية هنا بالظبط هفها الحفرة وحطها في التربة زي ما أنتوا شايفين بدأت أطلع هاي؟ أنا حبيت أجيبها جاهزة للزراع على طوله وهذا الصاق وهذا الصاق ها زي ما احنا شايفين بتطلع معانا وهذا الشكل ها بتلاقوا الورج شبه ورج التين وطبعا اسمها يقال عنها تين بنجالي بنجالي جاية من بنجلادش مشهورة جدا الشجرة المقدسة في الهند وبيعتبروها الشجرة الوطنية فواية خيالية قدماء المصريين زي ما احنا شايفين أهي الحمد لله طالقوا ونبرع معانا في كل حتة شايفين الأوراق الوحشة أشيلها وأقولكم كيف نزرحها ونعتني بيها شجرة الجميزة جماعة الشجرة الوطنية في الهند وبيقدسوها والمصريين القدماء كانوا بيقول عنها الشجرة هذه هي الفرق بين الحياة والموت بدونها كانوا بيموتوا يعني الهارفست والحصاد بتاعها ممكن يطلع أطنان فاللي عايز يزرحها الشجرة هذه كبيرة جدا لكن في البداية حبيت أقول لكم يعني حتى القدماء المصريين والفرعنة كانوا بيعملوا منها التوابيت والمعابد في الهند خشبها مهم جدا ومفيد أوراقها أقوى من الفوائد اللي موجودة في أوراق التين وطبعا السمر مش عايز أقول لكم بتاكل منها الطيور والبناء أدمين وبتجفف زي التين المجفف فوايد خيالية فأني مقصد كلامي أني جايبها زرحة عندي في الحديقة الخلفية وريتكم الحمد لله اشتريت القطعة اللي في ظهر البيت الزراعة هحفر حفرة جدها 3-4 مرات كبيرة جدا وهسجطها لغاية هنا بالصفيحة بتاعتها لغاية هنا بالزبط ولازم كل اللي حواليها في الحفرة هذا يبقى سماد عضوي عايزة كمية رهيبة شوال كبير جدا مليء بالسماد العضوي وبعد كده هحطها بالصفيحة وازجيها من الوسط هي مزروعة في طين وديها مية ومكان يكون مش مسأو شمس جزئية كده كده في النهاية هتكبر جدا وبتحب الشمس الشجرة هدي معمرة وبتعيش ألاف السنين وعايزة مساحة كبيرة جدا فعشان كده مقصد كلامي يعني أنت لو جادر في كل قرية واحد فقط يزرع شجرة منها هتغطي المكان كله تعمل ضل وتدي خيرات في أوراقها وصمارها وعايزة مساحة يعني ممكن تاخد حتة حوالي 5 في 5 يعني ممكن تاخد حوالي 5-6 متر مربع فقط لصاقة فمتخيلين حجم الشجرة فأني أزرعها في الحديقة الخلفية صدقة عني وعن أولادي وتكبر وكل الناس إن شاء الله تاكل منها وكان نفسي في شجرة الجميز أتذكر واني صغير إن الشجرة هادي كان مزروعة عندنا واحدة فقط في وسط المدينة في منطقة الوادي وادي العريش كنا بننزل مخصوصنا كل منها نطلع وناكل منها البلد كلها كانت بتاكل منها بس للأسف مع الوقت تتشالت هذه شجرة الجميز في بنجلاديش هي أساسا اسمها تين بنجالي طبعا بتكبر بطريقة رهيبة مهولة ممكن تعدي 30-40 متر بتعمل غطاء ظل رهيب شمسية في المنطقة كلها سمار مفيدة أوراق مفيدة سهلة الزراعة محتاجة لما نزرحها نعملها حوضة كبير جدا ويكون مليئ بالسماد العضوي نسجيها نحطها في مكان مشمس بتتجلم في الشتاء وبس عايزة شمس عايزة سماد باستمرار كتير وخصبة الأرض تكون وطبعا جزرها مش عايزة أقول لكم بتمد فاحنا نبعدها عن الأساس وبعدها عن أي شيء بتمنى أزرع الشجرة هذي من زمان شجرة الجميز الحمد لله ربنا عطها لي هنزرحها صدقة عني وعن الأولاد فأنصحكم بيها من أيام الفراعنة يعني فوايد رهيبة جماعة فرق بين الحياة والمود دليل على إنها لو الدنيا جاعت وفيش أكل في المنطقة كلها الشجرة هذي ممكن تطعم المكان كله طيور وقبل أنا آسف يعني عزكم الله وإنسان وبن أجمين فطبعا زي ما قلت لكم بتتجلم في الشتاء بتتزرع في الربيع والصيف بتزدهر في الربيع والصيف والخريف بتتجلم في الشتاء وعايزة مياه وسماد وعايزة طبعا شمس الجو طبعا صيفه حرارة رهيبة جماعة هذا كل شيء نقدر نقوله عن شجرة الجميز عنا طبعا في الريف وفي أسوان وجنوب مصر والصعيد اهتمام رهيب بهذه الشجرة بتضلل على القرية كلها والناس كلها بتاكل من حصادها ومشهورة جدا عشان كده يقول لك اتجمز بالجميز فيعني الشجرة هذي وناس سألتني عنها بصراحة وأنا وصيت عليها بصايا عشان أزرعها وأنا سعيد جدا هسيبها بصفحتها لغاية ما يعد على الصيف ونبدأ في الخريف هغرسها في الأرض لأنها في الربيع والخريف تزدهب جدا وزي ما انتو شايفين جانب طين لكن لو الأرض عندكو رمل زي نسجتها في الطربة ونعملها مساحة كبيرة وندس ماد عضوى ومية ومكان مشمس وتفرجوا عليها وطبعا قدامها أكم سنة غاية ما تكبر هناك ولحنا منها وبعد كده لما تطلق وتكبر خالص بيختلف الوضع هذا شكلها التين البنجالي أو الجميز وإلها سامي كتير طبعا تاني يا جماعة وبتستحمل الحرارة والجفاف وكل شيء يعني حتى انت في الخليج وجادر عندك مساحة كبيرة في العراق ازرحها صدقة لله هتطعمك وتطعم الناس كلها أحلى مسع عليكم نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية وزراعة الجميز والسلام ختاب السلام عليكم